أنتوا مش متخصصين في الزراعة، في الصناعة، في الكهرباء، ناس كتير برضو بتسأل طب إذا كنتوا مش متخصصين، إزاي بتقدروا تحكموا على شركات في قطاعات مختلفة؟ كمان، لحقيقة احنا مش متخصصين بشكل دقيق في بعض الصناعات، ولكن احنا في حاجتين أول حاجة احنا عدت علينا صناعات كتيرة جداً وعظنا شغال في سنة دي استثمار بنشوف مئات الشركات سنوياً لنقدر نقيمهم ومنحاول نختار منهم جزء صغير جداً تكاد تكون شركة شركتين تلاتة أربعة عشان نقدر نستثمر فيهم فده الإكسبوجر بتاعنا أو فكرة نحن نبص على عدد كبير من الشركات بيدينا بعض القدرة أو الباكجراون أن نحن نبقى فاهمين معظم المشاكل اللي موجودة في السوق أو اللي موجودة في صناعات محددة بشكل معين الحاجة التانية من الكلام الفرصة هنا هي لرائد الأعمال أن هو يشرح لنا ويوصلنا إلى المشكلة اللي موجودة وهو بيحاول يحلها إزاي فبعض الأحيان مش بيتطلب مني أن أنا أكون خبير في إندستري معينة أو في مجال معين عشان أفهم المشكلة أو حلها موجود إزاي ولكن قدرة رائد الأعمال على إنه هو يوصل لي المشكلة أو الحل بيمشي إزاي وقدرته إنه هو يوريني إنه هو فاهم السوق بشكل عامل إزاي المنتج اللي هو بيقدمه معمول إزاي أو منحوت إزاي بشكل مميز إنه هو يقدر يحل المشاكل اللي موجودة وحيعرف يطلع منه فلوس إزاي بعض العوامل اللي إحنا بنبص عليها دي بتقدر تدينا شكل مبدئي على إن كنا فعلا نقدر ده بالنسبة لي حيبقى فرصة أو مشروع قدر استثمر فيه ولا وبتيجي عادة على مدار الوقت إن إحنا لما بندقنا نتعمق أكتر في إن إحنا حنستثمر في إحدى الشركات ديات طبعا يكون في بعض المتخصصين اللي يقدروا يساعدون إن إحنا نقيم التكنولوجيا اللي هما بيقدموها فمش لازم تكون عندك وإنت قد بتحكم مبدئيا كده إنك تكون متخصص في زراعة أو صناعة أو غيره بس معنا متخصص كهرباء معنا متخصص كهرباء نسأله دلوقتي جاي دوره بتاع الكهرباء ده جاي لكن حمزة ناس بردو بتسألوا ليه على الأرقام ما الشركة ممكن تبقى باينة إنها نكحة وعملة أرقام كويسة ليه بتصروا تسألوا على بيزنس مادل وعلى أرقام إيه أهمية دي أنا سعيد جدا حريك تسألتي السؤال ده لأن دي بردو حاجة من الفيدباك اللي كانت بتجدنا لمصحابنا كانت بيسألونا ليه عملتوا كده أو ليه خدنا القرار ده وهكذا الطريقة اللي أنا ببص بيها إن إحنا لما بنين نقيم الشركات بنقسمهم لثلاث أنواع مختلفة فيه سوق موجود بالفعل فأنا ممكن أبقى شركة بتنافس في السوق ده فلو الشركة بتنافس في سوق قريدي موجود فهي لازم نبقى حققت حاجة لأنه مش بتقدم حاجة جديدة فلازم تبقى فيه أرقام نقدر نتناقش فيها ده بشكل مبدئي تاني جزء اللي هو لو هو بيكلم على سوق معين ولكن بيتارجت أو بيحاول إن هو يتكلم مع عملة أو شريحة من العملة بتكون محددة شوية أو لها متطلبات محددة شوية عن السوق العامل اللي موجود فده بيبقى محتاج إن هو يبقى بياخد نسبة أوهام الشبح أكبر شوية لأن سوقه حيبقى محدود أو نسب النمو بتاعته حيبقى محدود بالنسبة لك الأرقام مهمة لفرص الشخص ده أو الشركة دي في النمو بالضبط فرص الفكرة اللي احنا نوصل بيها لحد فين طب دلال بتحكمه على أي أساس يعني إنت مثلا وإنت قاعد إيه البرامترز بتاعتك أو المحددات اللي بتقولك هحكم إن الفرصة دي حتى الشركة دي تاخد فرصة أو فرصة تانية هو الفكرة إن إحنا زي ما كنا بنقول إن إحنا مقسمينهم كاتيجوريز أو شركات فيه ناس اللي عندها أفكار أو شركة لسه في البداية إن دايما القانون اللي هنا معنا الشركة ممكن تبقى بقالها تلات سنين فممكن لسه هي بقالها ست شهور فممكن كأرقام لسه ما عملتش أرقام كبيرة لسه المنتج لسه نازق في السوق ولكن بتبقى عندك البرامترز إن هل فيه نمو ده هل السوق مستحمل منتج جديد أو المنتج ده حياخد جزء كبير من السوق ولا لأ ده جزء مهم جدا إن إحنا نشوف إن يبقى فيه نمو للشركة دي مكمل فيه جزء طبعا مهم جدا التيم اللي هما الفريق العمل إحنا نتقايم شركة لسه ما عدش عليها سنة أو سنتين باهتم جدا نشوف الفريق العمل ده قوته إيه هل عندهم الخبرة كافية إن هما يديروا شركة هل لو بقى معهم استثمار أو كسبوا في جائزة الفرصة هيقدر يدير الموارد اللي عنده دي وياخد الشركة بتاعته للمرحلة القادمة ولا هو لسه محتاج كفريق عمل إن هو يكون فريق عمل أقوى أو لسه محتاج تدريبات أكتر فده بيرضو متاخد في عين الاعتبارها ترجمة نانسي قنقر